اهلا بكم حلقة جديدة النهاردة فيديو جديدة عن الابراك والنهاردة هنتكلم عن امنة صيح وطوقات وتحبيرات لبرج العزراء لشهر فبراير 2020 طبعا عايزة حي واشكر برج العزراء لان هو عندي يعني top 1 always and always فتانكيو كل الناس برج العزراء خلصت احنا وردي عملنا السرطان والنهاردة هنعمل عزراء وتور وعقرب وان شاء الله بكرا كمل بقيت الابراك طبعا لو انتوا عايزين تشجعوه برج عمله شهر كتير كتير عشان مشاهدته بتاعلى ونزود نسبة مشاهدات بتاعته يبقى الpriority list بتاعتنا فاحنا الpriority list الشهر ده هما عزراء تورس عقرب سرطان حمل دول top 5 الشهر ده طيب برج العزراء انه هولا هنتكلم عن نصائح عامة في العمل وفي الشغل وفي العيلة وفي الاصدقاء وكمان هنتكلم عن نصائح عاطفية لبرج العزراء كالعادة برج ما تنسوه تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتابعوني على الساشل ميديا على الانستجرام وفيسبوك معلش كمانا هتطرحه برضو متعباني نفسي طيب برج العزراء الفترة دي شايف عندكم في شوية مشاكل في الشغل أو ضغط في الشغل مطلوب منك يا برج العزراء ان انت تعيد حساباتك أو تعيد الpriorities بتاعتك في حياتك الشخصية وكمان في العمل عندك لان عندكم مشاكل كتير جدا جدا في العمل محتاجين ان انتوا تشتغلوا عليها اوكي فالشغل عندك ملغبط بس انت بزكائك وقدرتك التحليلية وهدوءك هتعرف ان انت تحل كل المواقف وكل المشاكل اللي عندك يا برج العزراء كمان شايفة ان برج العزراء عنده مشاكل نفسية كتير جدا هنتكلم عنها النهاردة باستفادة بس في العمل محتاج تركز محتاج تدي وقت اكتر للعمل محتاج تنظم اولوياتك يا برج العزراء تشوف ايه المهم فالاهم فالاقل اهميا يعني شايفة ان انت ضيعت وقت كتير جدا جدا في شهر يعني كان ممكن تشتغل على نفسك احسن في شهر يناير بس انت محتاج تشتغل على نفسك او تزبط نفسك اكتر في فبراير على المستوى المالي جاي لك فلوس خلوة جدا جدا في نهاية شهر يناير وكمان في شهر فبراير جالك فلوس كويسة جدا جدا ممكن شايفة ان برج العزراء هيبقى عنده بلانز ان انت هتستغل لها تشتري حاجة وده بنصحك بيها يعني هتشتري حاجة ممكن تشتري حاجة أسر تشتري حاجة تبقى أصل عندك يعني مايبقاش حاجة تفهي طيب كمان شايفة ان برج العزراء هيبقى عنده شوية لغبطة نفسية يعني شايفةك محتار مش عارف انت عايز ايه في حياتك يا برج العزراء متضايق نفسيا مش احسن حاجة في الدنيا لان شايفة عندك حيرة في حياتك او عندك لغبطة كتير جدا جدا في حياتك لفترة دي اقولوك السبب ليه يا عزراء السبب ان انت تلقائي جدا اللي في قلبك على لسانك ان انت بتتكلم مع ناس بمنتهت تلقائية فشايفة عندك حاقدين وحاسدين كتير جدا جدا في ناس بتحقد عليك وتحسد عليك ومستقطرين عليك النعمة فشايفة ان برج العزراء محتاج ان هو يقلل الكلام عن نفسه محتاج ان انت تبقى يعني استعين على قضاء حوائجك بالسر وكت من ففي ناس عمالين شايفين انت شخص زكي بتعمل فلوس كويسة شخص محظوظ مع ان العزراء الفترة دي ما كانش محظوظ اطلاقا في ناس مستقطرة عليك النعمة فعندك طاقة حقد وعندك طاقة حسد وفي ناس عمالين بصلك في حياتك يا برج العزراء فعشان كده حاولوا انتوا تكثروا من أسكر صلوحهم المساء تقروا صورة البقرة تزودوا من الحاجات دي كمان شايفة ان انت عندك شوية اهمال في صحتك يا برج العزراء فعشان كده بتطلب من اي حد عزراء تاخد بالك من صحتك يعني صحتك 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 يا برج العزراء عندك مشاكل عقلية يعني فيه شوية مشاكل في العيلة ومشاكل في الفامنية او مشاكل مع الاصدقاء فانت برضو محتاج ان انتوا ان انتوا تعودوا تتكلموا مع نفسكو كده تشوف انت انت ايه الغلط اللي انت عملته لو انت غلطت تعتذر والغلط اللي ناس عملته ممكن لو الناس دي انت باقي عليها رخ لهمهم وقولهم انتوا غلطت فيها بكذا كذا كذا وانا عايز يعني اصلح المشكلة دي فحاولوا ان انتوا تزبطوا المشاكل النفسية اللي عندكو دي او المشاكل العقلية اللي عندكو دي بورج العذراء قولولي يا جماعة الكلام ده بيتطفق معيك ولا لا طيب بورج العذراء ممكن تكون بتفكر تشتري مبال جديد بتشتكر تشتري عربية جديدة بتفكر تشتري شقة جديدة بتشتفكر تشتري حاجة جديدة شايفاك عندك بلانينج ان انت تشتري حاجة شايفا ان انت بس تزبط اولوياتك في المصاريف لان عندك مصاريف كثيرة جدا وبشجعك بعد كذا ان انت تشتري الحاجة اللي نستك فيها يعني اول ما يجي لك فلوس تقوم شالي حاجة على طول لا حاول ان انت تزبط مصاريفك يا جماعة والله انا تخنط عشان في ناس كانت بللي انت عاملة يا جماعة انا تخنط 15 كيلو بالله بجد فانا خدودي كترت امام مش عاملة اي حاجة في وشي ممكن ده فلتر كمان على الانستجرام فمغير شكل شوية فلتر عشان مش حطة ميكب فوقت هو يحطيلي شوية ميكب يعني حطة ميكب خفيف كده طيب برج العزراء والحب او خلينا اقول حاجة قبل كده عزراء لما بيتعب نفسين ولما بيبقى زعلان بنستفيد من الموضوع ده حاجة انه هو من الابراج اللي لما بتخبط خبطة قوية الخبطة قوية دي بتقويه بتوعيه بتخليه اقوى فانا شايف ان انت ممكن تكون الفترة دي متضايق او زعلان او حسس ان انت فيه ناس يعني خزلتك قوي عزراء فيه ناس انت كنت متوقع انهم يقفوا جنبك حزنك وزعلك والناس دي ثبتك ومشت عشان كي عايز اقول لك يعني فلتر اولويتك في الناس اللي في حياتك في فلوسك فاعلتك في كل حاجة في حياتك علشان ما تخسرش علشان ما تزعلش محتاج تنظم وقتك اكتر كمان على فكرة طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العزراء والحب برج العزراء والحب عندك حيرة عندك مواجبين كتير جدا وعندك حيرة في الحب ممكن تكون فيه كذا شخص بيعرض عليك الحب او انت متضايق من شريك حياتك او يا برج العزراء وحاس ان هو خزلك او حاس ان هو مش بيهتم بيك بيعند معاك شخص واضح ان هو شخص عنه جدا جدا بس في الناس الوقت عندك عروض حب قوية جدا جدا فانت محتر ما بين شخصين ما بين اشخاص جديدة في حياتك او ما بين اشخاص من زمان عندك رجوع لشخص من الماضي بقوة كمان على فكرة يعني لو اي حد عزراء عنده رجوع لشخص بس انا مش شايفة ان انت هتقبل الشخص ده عندك رجوع لشخص من الماضي القريب او الماضي البعيد عندك كذا عرض حب وعندك زعل مع شريك حياتك اللي انت بتحبه دلوقتي الشخص ده ممكن يكون فيه تحدي ما بينكو او فيه زعلان منك بيعند معاك حاسس كل واحد فيكو بيعند معك تاني او هو شايف ان انت معرفش بس ممكن يكون مواقف غيرة ما بينكو او مواقف زعل بسبب اشخاص اخرين مثلا واقعوا ما بينكو بس الشخص ده حساس جدا وشخص بس هو بيحبك يعني الشخص اللي انت زعلان منه ده بيحبك جدا ان يفورك العصراء ومشاعره حقية بس هو شخص بيعرف يتحكم في فعلاته بيعرف يتحكم فمشاعره الدرجة ان هو مش بيبينها مش بيقولك كلام حلو مش بيقولك مش بيعبر عمشاعره فده بيخليك حاسس ان ما فيش حب بس عايز اقولك ان الشخص ده بيحبك بس هو شخص عنيد جدا جدا وواضح ان هو مجغول في حاجة ممكن يكون مجغول مع عائلته ومجغول مع اه مشغول مع شغول ومجغول في عائلته ومجغول مثلا في حاجة بيعمله ومشروع بيعمله وده اللي مخليه بعيدة عنك اما هو بيفكر فيك او بيفكر فيك وبيرأبك يعني انا شايفة طاقة مرأبة قوية جدا جدا من الطرفين عزراء انت بترأب الشخص ده على السوشال ميديا هو كمان بيرأبك بس شايفة ان ممكن يكون في مسافة ما بينكو يعني اعتقد ان الشخص ده ممكن يكون في بلد تانية او في مدينة تانية او مش موجود يعني انتو مش بتشوفه بعض كتير او مش بتشوفه اه بعض وجها لوجه يعني بس الشخص ده بيغير عليك جدا وبيحبك وبيرأبك بس في زعل يعني هو زعلان وانت زعلان مشكلة انتو اللي كن زعلانين كل واحد مستني ان كل واحد فيك ياخد خطوة اولى بس انا شايفة ان انت يا عزراء ممكن تفكر انت تاخد الخطوة الاولى فانت يا عزراء يعني انت عايزه ييجي صالحك لان انت متضايق وزعلان وحس ان هو مش مقدرك او مش بيهتم بيك وهو كمان زعلان ومدين ان هو حس ان انت مش بتحترمه او انت مش بتقدره او انت او انت بس انتو بطلتوا تتكلم مع بعض شايفة ان في خصامة بينكو بس انا شايفك هتختار الشخص اللي انت زعلان منه ده يا برجل عزراء يعني عندك حيرة او عندك وعندك ناس قوية يعني قوية هيجوا يعني يقربوا منك ويعرضوا عليك الحب يا برجل عزراء طبعا برجل عزراء كان في الحب يا جماعة مش عايزة اقولكو زي مش حلو خالص اخر ثلاث شهور في السنة يعني شهر شهر حداشر واثناشر او شهر عشرة واحداشر واثناشر كان عندكو مشاكل عاطفية كتير جدا بس خليك صبور في هذه العلاقة فالعلاقة دي تستحق لان انا شايف ان انت بتحب الشخص ده هو شخص مناسب بس انتو محتاجين تقربوا من بعض شوية محتاجين كل واحد فيكو يتنازل من اجل اجل اخر مشكلة العزراء ان هو مش عايز يتنازل وعنيد وشخص الاخر عنيد ففيه عند قوي جدا ما بينكم ما بين بعض عشان كده بنصحكم ان انتو تحاولوا ان انتو تفتحوا كلام مع بعض وكلموا بصراحة حاول ان انت انا شايف ان انت ممكن تكون بيينت مشاعرك بقوة للشخص ده فهو بقى ضمن وجودك يا برجل عزراء حاول انت تتقل شوية الفترة الجاية بلاش تكون تلقائي جدا زي ما قلت انت تلقائيتك بتخلي قدامك يضمن وجودك بلاس كمان بيخليك وعرضة ليه الحسد برجل عزراء الفترة الجاية عندك تحديات كتيرة جدا خليك ادها بس انا شايف ان هو شهر خير شهر نجاحات شهر قوة انا قلت سنة الفين واحد وعشرين سنة تغيير في حياتك يا برجل عزراء ممكن تكون بتفكر في مشروع جديد هيغير حياتك بقولك جو انا على اي مشروع بتفكر فيها برجل عزراء ممكن شخص يرجعلك بالماضي احترس من الشخص ده ممكن يكون يعني داخل حياتك من اجل انتهاز او عايز منك حاجة معينة فاحترس منه اه هسابلكم فيديوز كتير جدا حلوة هنا على اليوتيوب لو بتفرجوا عليا بليوز متنسوش تابعوني على الفيسبوك وعلى انستجرام واستنوا حلقتي مع اليوم السابع بكرة او بعد بكرة هتعجبكو جدا 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 بحبوكو قولولي يا عزراء هل فعلا انت متخانق مع شريك حياتك او مع حبيبك وفي زعل ما بينكو هو عنيد جدا جدا هو اكتر حاجة غايزاتكم دايقات منه ان هم بيبينش مشاعره الحقيقية وان هو بيتقال عليك وان هو بيسكت وبيتجاهلك الفترة دي ولا لا او متعمد يتجاهلك بسبب ان شغاله في العمل او ان شغاله مع العيلة ولا لا